أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبو القاصم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجارة وأحسن الله عزاءنا وعزاءكم بزين السماوات العلا وزين عرش الله وصاحب مصباح الهداية ومنقذ العالمين في سفينة النجاة التي كما قال إمامنا الصادق عليه السلام كلنا سفن النجاة ولكن سفينة جدي الحسين أسرع هذه السفينة التي تحكي في حقيقتها الرحمة الإلهية الواسعة التي دخلت في مناجاة العبيد لذات الحق المتعال وكانت مفتاح وصية أمير المؤمنين لأشياعه ولأوليائه اللهم أني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء ليبتدئ المرء في هذا المفتاح الإلهي الكبير الذي مثل مظهره في هذا العالم حضرة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين وفي العوالم الأولى صورة قديم الإحسان حيث أن الله سبحانه وتعالى بيّن لهذه الحقيقة أن ظهرت من اسم قدم فإذن الرحمة الواسعة هي سبق في القدم وهي أول رتبة وهذه في حقيقتها أن الله ظهرت رحمته قبل غضبه وبالتالي هذه الرحمة الإلهية الواسعة التي لم يعجزها شيء أن تمد يدها إليه حتى لو كان في قعر جهنم وجاءت إلى هذا العالم لتكون اسماً وليس بدناً وحدثاً في التاريخ إن الحسين العظيم صلوات الله وسلام عليه هو اسم إلهي استودعه الحق المتعال عند أنبيائه فكان حينما يثقل عليهم يثقل عليهم الحمل الكبير يتوجهون إلى الله بهذه الحقيقة لطهبة هذه الحقيقة وتكون مع كل نبي وعند كل محطة وهذا ما كان موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى في عنوان فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وكانت هذه الكلمات هي العون وهي السند وهي الصفحة التي تطوي له كل مشاكله وهمومه فتجعله أواباً إلى الله سبحانه وتعالى وتنصب العمل إليه وتأخذ كل الأتعاب وهذا معنى كلمات حضرة مليك الله الأكبر أمير المؤمنين كنتم مع الأنبياء سراً ومع محمد ظاهر صلوات الله وسلام عليه وهذا لا يخفى ممن له أدنى اتلاع بحياة الأنبياء وظهور الآية الإلهية الكبرى على فرعون حينما دخل موسى سلام الله عليه لنريه من آياتنا الكبرى ويقول أمير المؤمنين سلام الله عليه ليس لله آية أكبر مني الروايات تتحدث عن ظهوره بلباس الذهب صلوات الله وسلامه عليه لأن فرعون كان مغطراً بالذهب لتري أن موسى وما يستند على ملك عظيم أدفه شيء عنده ذلك الذهب القصة معروفة وليست مدار بحثنا في هذه الليلة ما أريد أن أتحدث به هو عنوان قدم الإحسان الحسين حينما نتحدث عن حضرة سيد الشهداء عليه السلام نتحدث عن صورة قديم الإحسان كما هو أحاديث عند العامة والخاصة فقد خلق الله فقد اشتق الله عز وجل لحضرة رسوله اسم من أسمائه فهو المحمود وهذا محمد وأنا الأعلى وهذا علي وهذا معنى يد الله هي العليا حينما يقول نحن يد الله وأنا فاطر وهذه فاطمة وأنا المحسن وهذا الحسن وأنا قديم الإحسان وهذا الحسين صبق القدم في رتبة تعيين الرحمة الواسعة التي نضعها بين يدي التذل للإلهي فنبدأ مفتاح مقام العبودية بها وهذا معنى من جاء بغير معرفتنا أكبه الله وهذا معنى لم يشكر الخالق من لم يشكر المخلوقين الذين أنعموا عليه وهذا قدمناه مفصلا إذن حقيقة سيد الشهداء سلام الله عليه ومفتاح مقام العبودية إن مغفرتك أرجى من عملي وإن رحمتك أوسع من ذنبي اللهم إن لم نكن أهل أن نبلغ رحمتك فرحمتك أهل أن تبلغنا وتسعنا إذن إذا ما استطعنا أن نصل إلى الحسين الحسين قد مثل هذه الحقيقة في مظهر اتيانه إلى عبيد الله في الجعفي في كربلاء حينما دعاه إلى هذه النصرة وقال له إني أعلم أنك صاحب ذنوب هل تأتي إلي ليغفر الله سبحانه وتعالى ذنوبك لأن القاعدة الإلهية لتؤمنن به ولتنصرنه المغفرة في دخول أحدنا إلى حضرة سيد الشهداء بل إلى رحمة الله لأننا حينما نتحدث عن حسين نحن نتحدث عن أفعال الله في الخلق نحن نتحدث عن الرحمة الإلهية لذلك قال الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين ولم يقل أن رحمة الله مطلقة لم يقل أن رحمة الله هم الذين أبعدوا أنفسهم عن حضرة سيد الشهداء أو اتخذوا الليلة جملا أو أنهم أصبحوا في معسكر عبيد الله بن زياد رصدون لأنصار حضرة سيد الشهداء عند كل مفترق وعند كل طريق نحن قدمنا في الليالي الماضية عن عنوان الموازين حتى لا تضيع ومن يريد أن يعلم أنه هل هو في الرحمة الإلهية الواسعة أم أنه ليس في الرحمة الإلهية الواسعة بل هو في معسكر إما عمله وإما من غضب الله سبحانه وتعالى عليهم من أهل الشقاق والنفاق وحمزة الأوزار المستوجبين النار حينما نتحدث عن حسين نحن نتحدث عن قديم الإحسان لأنه صورة من ذلك الإسم الإلهي وكل شيء يتحرك في الرحمات هو حضرة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه يدخل حتى قعر جهنم فيلقي قصته عليه فتدمع عيونهم فتطفأ جهنم ولو بلحظة ما يتذكرونه ولا تعود إليهم حتى ينسوا ذكر الحسين لذلك حتى أهل جهنم هم محتاجون إلى مجالس العزاء والدمعة على حضرة سيد الشهداء وأنا حينما أتحدث وأقول وأطلب من إخوان المؤمنين أن يختصروا في مثل هذه الأيام التي هي أيام الله كما قدمنا أنها ثلاث يوم المهدي ويوم الكرة ويوم القيامة كانت يوم القرة هي يوم الحسين صلوات الله وسلامه عليه ومن هنا طال خطاب الحق المتعال لموسى في جوابه ومعاشراء فهو كان يسأل عن حقائق الرحمة الواسعة التي يمكن أن تفض الليالي والأيام ولا تنتهي لأن حقيقة نعمة الله عليكم وأن تعدوا نعمة الله فلا تحصوها هذه حقائق وأنا حينما كنت أقول أن تراثنا هذا كلهم ينطقه الله سبحانه وتعالى في كتابه وقد أخذت على نفسي أن لا أتوسع كثيرا في هذه الحقائق فأن لها مجالس أخرى كنت أعلم ماذا أقول ومن هنا أنا أدعو إخوان المؤمنين كم من رحمة إلهية وبالتالي كم مرة دخل الحسين إلى أفئدتنا وبواطننا ليستنقذنا ويستنصرنا كما هو شرط الله لأنبيائه لتؤمنن به ولتنصرنه ونحن رفضناه وطردناه كم مرة الحسين صلى الله عليه وسلم على واحد مننا قد يفكر أنه هو عم بفكر هو إجته هذه الفكرة يا حبيبي إلا الذي نطق بالحق فيك هي صرخة من رحمة سيد الشهداء كما صرخها في باطني وظاهر من عبيد الله الجعفي فلم يجبه وأراد أن يأخذ له حصان الحسين لا يريد لا جيوج ولا سلاح نعل جون في كربلاء يمكن أن يطوي هذه العوالم كلها أنتم لا تعلمون من هم أنصار الحسين وكيف وصلوا إن هذه الحقائق قد أسكرتها الحقائق عشق الله ومعرفة الله ومفاتيح الغيب هذا حبيب ابن مظاهر وميثم الطمار ورشيد الهجري الذين كانوا يتحدثون عن قضاء كل إنسان وما سوف يلاقيه ويعلمون علم المنايا والبلايا ويعلمون أسرار الأنبياء وغيرها وكانوا المتهمون في مجتمعهم حينما يأتون فيقولون أتى الكذاب أتى من هو أكذب منه انظروا إذن الحسين صلوات الله وسلم عليه هي هذه الرحمة وهي هذه الحقيقة وهي بعينها التي أظهرت تسع صور له هم أئمتنا صلوات الله وسلام عليهم أجمعين وبعض الجهل والعياذ بالله يقول نحن مع الحسين ولسنا مع الحسن ونحن مع الحسين ولسنا مع الجواد أو هذا أسخف أن يردوا عليه أسخف إن صورة الحسين التامة والصورة الحسين الحقيقية ونفس الحسين كما تلونا في الليالي الماضية هم حقائق الأئمة والنهج الحسين هو اتباع علي بن الحسين واتباع الباقر والصادق والقاذم والرضى والجواد والهادي والعسكري وحضرة بقية الله إمام الزمان صلوات الله وسلام عليهم الحسين قيام للولاية الرحمة الواسعة لا يمكن أن تكون بغير ولاية إن المغفرة الحقيقية والمائدة الكبرى لله سبحانه وتعالى إنما تكون في استجداء ذلك الولي والاتصال به والبراءة من عدوه لذلك كانت واسعة الصلاة لها هكذا سواب الصيام له هكذا سواب لكن كم من صلاة ضيعنا وكم من صيام أتلفنا بل نحن في عنوان الصيام نكون مما يضرب بوجهنا إن لم يأكلوا اللسان الطعام فقد أكل دم الناس وأعراضهم وغيرهم نحن جميعا مفتقرون إلى إتمام هذا الدين ومفتقرون إلى رضى الرب هل لدينا شيء يمكن أن يرضي ربنا اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد قبل الرضوان ومن علينا برضوانه في مقام الولاية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمته ورضيت لكم الإسلام دينا العابثون بأحكام الله من غير ولاية هم صراكوا كتاب الله وسوف يحاسبون لأن الثمن لم يدفعوه في عنوان قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة هذه حقيقة الحسين وهذا هو مجتمع الحسين والمؤمنون بالحسين بهذه الحقائق هم حقائق أنصار إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه الطالب بثار سيد الشهداء كيف يمكن لنا أن ندعي أننا أنصار سيد الشهداء ونحن نترصد لفضائله وحقائقه التي نطق بها نفسه سيد الشهداء حينما قال خط بالقلم لا محيص عن يوم أكثر خط بالقلم رضى الله رضانا أهل البيت انتهى الموضوع وقت البديسيري شاب يقول عن الحسين من كبراء القوم وأنسبه للقوم هذا بحد ذاته هو عداوة عبيد الله بن زياد ولكن حينما أضع الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة نجاة للأنبياء ولأقوامهم وللأوصياء وللملكوتيين لأن المحشور في يوم القيامة كل الجمع حتى السماوات يوم نطوي السماء كطي سجل الكتب حين ذلك يمكن لنا أن نعرف حينما نرى الحسين أنه هابط إلينا وليس صاعدا إلى الله لأنه هو حقيقة العالون حينما نادى الله سبحانه وتعالى لإبليس لماذا لم تسجد لآدم استكبرت أم كنت من العالين حين ذلك يمكن لنا أن نكون جنود مجندة لحضرة سيد الشهداء ولا نقترح عليه لأن الذين اقترحوا عليه إما اتخذوا الليلة جمال أو لكوا بعد أكثر راحوا عند عبيد الله لأن أعينهم كانت على حكومة الكوفة وعلى وزارات الكوفة وعلى مصالح الكوفة أصحاب سيد الشهداء هم عمالهم في الوجود يستنقضون الناس من الجهالة وحيرة الضلالة ويدلوهم على إمام الزمان وهو الذي يكمل لهم الطريق بما جاء عن أئمتنا مش كل واحد يخبص لي بكلمتين عشوي يقول إمام الزمان هيك وإمام الزمان هيك هذا هو متسالم عليه في رواياتنا وكتاب الله انظروا أيها الأخوة الأعزاء أنا في هذه الليلة سوف أتعرض لمقام نصرة الحسين صلوات الله وسلامه عليه حتى نعلم أنفسنا هل نحن جنود الحجة بن الحسن هل نحن في معسكر الإيمان ولسنا في معسكر ماذا؟ النفاق لأنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد تصالح الناس على رجل كورك على ظلع إلى أن يقول فإذا انقسموا الناس إلى فسطاتين فسطات إيمان لا نفاق فيه وفسطات نفاق لا إيمان فيه ولم يتحدث عن كفر ويتحدث عن نفاق وبالتالي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حدثنا أنه يخرج من الكوفة مئة ألف رجل منافق ومشرك وبالتالي نحتاج إلى تحديد الموازين انظروا أيها الأخوة الأعزاء حديث الله عز وجل عن أنصار طلب ثار حضرة سيد الشهداء لأننا نحن نقيم هذه المجالس لنمهد أنفسنا أن تطهر بمقام الولاية فنكون للحسين أنصارا وبالتالي لحضرة صاحب الزمان أنصارا بالكافي عن محمد بن حمران قال أبو عبد الله عليه السلام لما وراء بمعي منيح لما كان من أمر الحسين عليه السلام ما كان يعني جرت في كربلاء ضجة قتلة سبية العائلة ضجة الملائكة إلى الله بالبكاء لأن الله ما أذنهم ما عندهم خلاص إلا البكاء النحيب الندب يعني مثلوا حالة إمام الزمان صلوات الله لأن دبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دمى ثقافة عدم وصول التقدير نحن حينما نتحدث مش عم نسوبئ على المراحل كما يبدع البعض نحن حينما نتحدث نعطي عنوان أي شيء نحن مأمورون فيه حتى يصل الزمان الذي يمكن أن نكون فيه أنصار للحجة هو بكاء هو نحيب هو ندب على هذه الحقيقة وليس على شيء آخر ضجت الملائكة إلى الله بالبكاء وقالت يفعل هذا بالحسين صفيك هم يعرفوه هم أصلا سجدوا لآدم لأن للنور لرسول الله وأهل بيته ونور الحسين عليه السلام حينما أمر الله الملائكة أن تجد لآدم وابن نبيك قال من القائل؟ الله راقب من القائل؟ الله قال فأقام الله لهم ظل المهدي باللفظ المعلوم عليه السلام وقال بهذا أنتقم لهذا إذن وطر الله ثار الله أين أصبح؟ أين أصبحت حقيقته ووظيفته؟ هي بإمام الزمان صلى الله عليه وسلم بهذا أنتقم لهذا ألا في حكمه في وداع بدأت تخرج لأنني أنا جعلت يخرج الحية من الميت والميتة من الحية في أصلابهم فتح مجال أكثر للتوبة الله هو واضع الحكم والرحمات لكن هناك زمان ستخرج كل الودائع والسنة الإلهية ولو تزيلوا لعزبنا الذين كفروا مش هيك عنا ومن هون قوم نوح عليه السلام الله سبحانه وتعالى يبس أصلاب رجالهم أربعين سنة فلم يولد أي طفل وبالتالي جرى الطوفان بسبب هذا فلم يولد أي طفل طيب إذن شعار إمام الزمان من الله وظيفة إمام الزمان من الله الانتقام للولاية الإلهية أثار للولاية الإلهية وليس لإمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه بأصل القيام شأن آخر نعم من لوازمه كونه حاكم العدالة من لوازمه كونه حاكم خروج خيرات الأرض من لوازمه كونه حاكم أن يطرد أن ينصف ظحر الظلمات نسفا في اليام من لوازمه أن يكون وجوده المنبسط ماذا؟ كل هذه الحقائق ولكن الهدف الأسمى الوظيفة الأولى لله سبحانه وتعالى ألزمها لإمام الزمان هي ماذا؟ بهذا أن تقم لهذا طيب البدو يدعي نفسه أنه من أنصار حضرة إمام الزمان هذا الثمن الكبير الذي الله سبحانه وتعالى هدى الملائكة ولم يعطيه لأحد حتى دعى الأنبياء أن يكونوا أنصارا له كما قال أمير المؤمنين ولم ينصروني وسيبعثهم الله بين يدي ولدي المهدي ليحققوا الشرط الثاني لتؤمنن به ولتنصرن هذا معنى خدمة عيسى عليه السلام لإمام الزمان صلوات الله وسام عليه بل كل الأنبياء سيعودون ومسألة العود يوم نحشر من كل أمة فوجا مما يكذب بآياتنا قالوا هذا حشر الآخرة قال ويحكم إن حشر الآخرة وحشرناهم جميعا فلم نغادر منهم أحدا أجلك الله هذا التقول بالقرآن على كل حال إذا ظهر المهدي تقولوا عليه كتاب الله بس تعرف ليش تقولوا عليه كتاب الله لأنهم بالأساس بنوا بنيانهم حسبنا كتاب الله لأنهم بالأساس بنوا بنيانهم لم يعملوا بعطرة أهل بيتي هذا هو السبب هذا هو العنوان قواعد آخر الزمان ما حدا يحكم ما مر ويجي يقول لي ما طول عمرة هيك ما مشكلة بس بزمن الفتن شو تكليفك روحوا فتشوا بالروايات رح تشوفوا منهجية وضعوها أهل البيت في زمن الفتنة منهجية كاملة عكل حال لن يكون إلا ما قضاه الله سبحانه وتعالى لبدو يغير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم نفسك وحقيقتك وقلبك إذا كانت منطوية على هذه الحقائق فأنت ممن دخل سفينة الحسين وكسب النجاة وإذا هذه الحقائق مش موجودة بقلبك لنت شم رائحة خشبة من سفينة الحسين وأنت مطرود من الرحمة الإلهية لبدو يكون من أنصار إمام الزمان إمام الزمان هذا هو هدفه لكن كيف يؤذن لنا أن ندخل إلى مجتمع إمام الزمان كيف نعلم أن الإمام الزمان يفتح لنا الباب هو مش باب خشب وهي مش قصة صامرة وشرداب هي باب قلب بيفتح لك إيه وبتشم رائحة يوسف من خلال القميص الذي نشر في مثل هذه الأيام قد ورد في بعض المرويات أنه في أي أول ليلة من محرم ينشر قميص الحسين صلوات الله وسلامه في السماوات ويضج عالم الكائنات من هذا القميص يا ترى هل شممنا رائحة هذا القميص لنرتد بصيرا فنصبح ممن يرى آيات الله ويرى إمام الزمان والمنطق ولو بالقلب ولو بالفؤاد وهذا ما قدمته في الليلة الأولى وهل كان دمعة لنا ولو على متكة في أجواف الليل إن لكل شيء حقيقة فما على ما تخضك هذا القميص من هذا القبيص هل جعلك بصيرا هل وفقك إلى التوبة عن الكفر بالأصول فضلا عن الفروع هل أرجعك من عالم الشرك أم ما زالت حسابات الكوفة موجودة كما كانت حسابات عبيد الله الجعفة التي أخرجته من نصرة الحسين لبطل هذه الليالي ولا يصبح بصيرا حينما يلقى عليه مو قميص يوسف هذا قميص أخاطته سيدة النساء ودفعته إلى علي وعلي دفعه إلى الحسن والحسين بيدها هذا ما بيعملك بصير هذا بيعملك ملك من ملائكة الله أي قلوب لنا قد غفلت أي قلوب لنا قد غفلت هذا القميص الذي تصبح من خلاله بصير هذا القميص الذي يصبل دموعك هذا القميص الذي يزيل الرين عن قلبك وفؤادك هذا القميص الذي يرجعك إلى معسكر الحسين والحنين إليه استغلوا هالأيام وتوجهوا إلى الله بالتوبة وما تعملوا حسابات الكوفة ولا حسابات الضراهم ولا حسابات بعض الجزر التافية التي لا تحتاج إلى قدم حتى يخصف فيها أنتم فكرين مع الحسين كلمة صغيرة هو دولي يعني فكركم هل أيقظنا هذا القميص هل أيقظنا هل شممنا منه رائحة يوسف فاطمة ودلكم على الصراط الذي تصلون إليه انظر إن كان في قلبك هذا فاعلم أن باب قلبك قد فتح وأزيل رينه لوصل من حضرة سيد الشهداء إلى إمام الزمان في شروط أنا في هذه الليلة أتلو لكم عنوان ماذا؟ عنوان دلالة الصدق على أن هذا الباب قد فتح لك وأن رين قلبك قد أزيل وأن غشل عمى قد أزيل وهذا اللي بيطلع بيشي لكم يا مين؟ طالع المشرق اللي بيزيل الأغلال وبيزيل الصم والبكم والعمي عنكم مش هيك؟ فعرفوا طالع المشرق ما قالوا حديث إلا هيك ما قالوا حديث إلا حسين روحوا شرقوا غربه لن يكون هناك حديث غير حسين لأن مدار الكون في آخر الزمان وفي أول الزمان هو حسين نعم نحن نحتاج إلى بذل الجهد لأن الظلمة أشد الظلمة التي تكون والعياذ بالله في الأمراء والفقهاء الذين يرفضون حديث آل محمد وإلا عنا فقهاءنا وأنا أقول لكم أن المرجعية هي الضمان الأوحد الضقية الرشيدة التي تدعو إلى آل محمد التي تعمل بكتاب الله وعترة أهل بيتي هي الضمانة مش كل واحد كل شوي حرق لي غدا في الكوفة سيأتي العتل الزنيم أسود الوجه أسود القلب تداولته أيدي العاهرات ويدعي لإمام الزمان نصره وبين أهلالان هذا راية أموية الأمويين بيركبوه بوج العباسيين لأن العباسيين بيكونوا حاكمين العراق بعدين هذا بسنة الظهور حتى ما أحد يركب على أحد وأنا لن أتحدث عن علامات إذن ما علامة الحب ما علامة الانكشاف ما علامة أن شممنا هذا القميص فأزيل رين القلب وأصبح الفؤاد بصيرا وبالتالي فتح الباب بالمصباح والمزار الكبير يذكر عنوان كيف يفتح كيف يفتح باب إمام الزمان فتكون من أنصار المهدي هذا الدليل حتى ما أحد يقول لك الواحد أني من الأنصار أموي بكرة يقول أمير المؤمنين يدعو لولدي وولدي منه براء أموي أموي تصوروا أموي بعد في رأي تانية من ولد الحسين تخرج بالكوفة بدعامة أموية بدعامة أموية لكن ذاك تحششه الأموية أموية مش أنه بالهوية هيدا والله ربما يكون سني وهو مكتوب شيعة وربما يكون شيعة وهو مكتوب أموي مش بس سني أنا ما مضى كنت أقول أن في آخر الزمان الأمور ستكون مختلطة لكن شوف هل تنصر هذه الحقائق أم تترصد لهذه الحقائق لن يكون هناك أي مشروع غير أنصار المهدي وحينما أقول أنصار المهدي يعني أصحاب هذه المعارف يعني أصحاب هذه المعارف أصحاب هذه المشاريع الذين اتخذوا الليلة جملا بآخر الزمان هم الذين اتخذوا مشاريع غير هذه المشاريع هذا الذي اتخذ الليلة جملا وأنا قلت أقول معنى حقائق يصبح مؤمن ويمسي كافر أنها مشاريع سياسية مو أعتقد مو بفي أبو الله في شاء الله ما بتشوف حدا بيقول إيك ولا أنه لا ما في إمام الزمان بيأخذ خيار وبيصبح فيه مع الكفار مع من؟ نصر قال قيل يا أمير المؤمنين من يدخل الجنة ومن يدخل النار؟ قال صاحب الراية ناصرها بيده أو لسانه أو ماله قالوا له أن أكثر الخلق على خلاف ذلك قال نعم أولئك المرجوون لأمر الله أما أن يعذبهم وأما أن يرحمهم بالتالي أنا حديثي مع أصحاب الرايات من ينصر من يبذل ماله ودمه ونفسه وكل ما يملك لنصر راية بدك تعرف إذا أنت ناصر سيد الشهداء اطلع هل أنت من أصحاب الحجة أو لست من أصحاب الحجة ورح يجي الحكي مفصلا تعرف من هو الحجة حتى ما تكون ناحق عبيد الله أو العتل الزنيم حتى تعرف من هو الحجة حتى بكرة إذا إجي حدا ويدعي وصلا بولدي أنت تتبرأ منه لأنك تعرف ليست هذه هوية المهدي هذه هوية العتل الزنيم الذي تدولته أيدي العاهرات أو الضليل لابد من تحديد الموازين يقول بالمزار في استئذان الدخول على حضرة إمام الزمان صلى الله عليه وسلم ورد استئذان خاص لا يمكن لك أن تدخل إلى حرم إمام الزمان صلى الله عليه وسلم قبل أن تشهد هذه الصفحة من الشهادات وليعلم أحدنا أن إذا كانت هذه الشهادات في باطنه أنه في رواق الحجة وهذا بعينه ما قدمته إلى عنوان أما يكفي يا أبا بصير أننا ظهرنا على قلبك وأنت في رواق الحجة وهذا بعينه ما قدمته في عنوان وخرج سلمان بعدما شرط عليه هذه المعرفة هذي مش بس بالمزار واردة والاستئذان للدخول هذي آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وختمها بعهد هو وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين لسلمان إذا كنت صاحب هذه المعرفة فأنت في رواق الحجة يقول سلمان فخرج ولا أبالي أو وقع سلمان على الموت أو وقع الموت على أنصار سيد الشهداء هم أنصار إمام الزمان بل أنصار إمام الزمان هم حقائق معسكر سيد الشهداء ما كنا عم نطلب الماضي خطابات هذي حقائق وضعوها لأن الشذاذ من آل محمد سيكثرون ورايات الضلال 12 راية من ولد فاطمة كذب ودجالين هذا مش موجود وسيأتي الحديث في مفصلة أنا ليش حاطت هالموازين اليوم حتى تكون هي الحد الفاصل في تعيين كل إنسان من حقيقته ما اشترته الإمام الصادق على أبي بصير أنا ظهرنا على قلبك ما هي حقيقة هذا المظهر وأبو بصير هو ممن يطلب ثار إمام الزمان ثار سيد الشهداء ولكن ينتظر إمام الزمان لش ما ثار الإمام ولش ما آل الإمام الإمام وظيفته إلهية الله يقول له لا تقوم عندي حكمة ما بتستشكلوا الله على الملائك اللي يشألهم بهذا أنتخم لهذا بس دولا لا بهذا أنتخم نعم نحن في زمان قبل الظهور تكليفنا الأوحد الحفاظ على أولياء آل محمد الأمر فيهم بالمعروف أنها عن المنكر العدالة منع المظالم عدم صرقة الناس الحكومة الإسلامية قبل الظهور هيدا تكليفة مش تيتاني حتى القيام على رايات أخرى ممش مجازين ولذلك قال أمير المؤمنين سلام الله عليه ومن خرج وعمل بغير سيرتي فأنا منه بريء طيب كيف أعلم أني في رواق الحجة أو في فسطات الحجة أو في بيت الحجة أو من أذن له إمام الزمان بالدخول وراءبه منيح أيها الأخوة أن الليلة لست بصدد شرح هذا الاستئذان لأن هذا الاستئذان هو كل ما قدمته عبر هذه السنين الطويلة عبر هذه السنين الطويلة لكن على نحو المجمل بقيم مجلس سيد الشهداء إذا هذا قيامك أنت قائم لمسجد سيد الشهداء أنت شمامة رائحة قميص للحسين وأنت بصرت قلبك بدأ يبصر أنه في إلي إمام أنا في إلي إمام أبو الرحيم الذي يملك أزمة البسط والقبض بالاشتشطاق هذا سبب الاشتياق شو بيقل له بالاستئذان على فكرة مضمون هذا الاستئذان موجود بالروايات كلها إجماعا تواترا السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين أول شرط مش أنك تتحزز أفقه الناس وأعلم الناس وعالم بكتاب الله زق العلم لا أنت تباشر إمام الزمان أنه خليفة الله لجواب إني جاعل في الأرض خليفة بمجعلية الحق التي لم يؤذن لموسى سلام الله عليه أن يعين ولو أخاه وزيرا له بل يطلبه من الحق اجعل لي وزيرا من أهلي مش جعلت اجعل فإذن أول باب أن إمام الزمان هو نسبة إلهية يعني ما تتأوغل عليه يعني ما تقول له ظنة وطنة وانت معرفت حبكتها مثل بعض الجهلة وأيضا تنسب آباءه إلى مقام الخلافة لشو قال له السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين لذلك قال الله سبحانه وتعالى واجعلناهم أمة يهدون هم من اللي بيهدوا بأمرنا ومن هنا كان ميراث رسول الله وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم وإنما دونه من الأنبياء إني ذاهب إلى ربي سيهدين فافهم هو أول شرطين شكله تشطلاله شي مليارين واحد برها يعني على هالشرطين بس اسمع أيها المدعي النصرى لحضرة سيد الشهداء التي تعني طلب ثاره مع إمام المنصور هيدا الإمام المنصور أنت بتؤمن فيه هاك هي مش قصة ساف أهوى نشيس ساف كتير سهلة والعدالة أول شيء أن تكون عادل أمام إمامك بأنك تعرفه تعرف أنه صاحب النعمة هذه معنى تحقيق العدالة لأنك إذا عرفتوا بهذه الحقائق رح تعتبر أن الجدران مش رح تسترك عنه مش رح تلعب في شيء أعمق لازم نفكر فيه وحينما كنت أقول أن هذا الواد لن يكون إلا أن صار الحجة بمعنى لن يكون إلا صاحب هذا العلم وإذا كان صاحب هذا العلم يعني بداش كتير السيوف مشاك شوية شقفة وشي تاني وما بعرفه وثالث ورابع بيمشي الحال من أبرص بيصير يرجف والله ما بداش خيط خيط ما بده خيط جابر بتعرفوه ما بده السلام عليك يا وصي الأوصياء الماضين بعد أكثر السلام عليك يا حافظ أسرار رب العالمين حافظ بمعنى ما ورد عن إمام أمير المؤمنين عليه السلام ما من علم إلا ويخرج مني وما من سر إلا ويخرج من ولدي الحجة هذه بعينة وردت أيضا كذلك الأمر أخرج فتية يتحدثون بحديث من أمرنا أو من سرنا يكون حجة كيف يكون سره بصير حجة أكيد بيجيبوا الأدل القرآنية والروائية ويقولوا الكنو بيلزموكم فيها فإذا ظهر الحجة بن الحسن قالت الفتية آمنا قالت الناس لم يقولوا قالوا بل والله قلنا وأشهدنا فيأخذ رقاب العلماء ويضربها بسيفه هذه هي الحقيقة صاحب الأسرار حافظ الأسرار ما كان بين موسى والله سر ولذلك ورد عندنا أن النور في الطور أنه كان إمام الزمان صلى الله عليه وسلم هو خطاب الله بتجل إمام الزمان السلام عليك يا بقية الله يعني الآباء منهن أهل الله جهة الله من الصفوة المنتجبين السلام عليك يا ابن الأنوار الزاهرة أنا بحاول أقرأ بسرعة لأنه ماكو وقت اليوم السلام عليك يا ابن الأعلام الباهرة ما أن يخرج أعلام آل محمد حتى تبهر العقول والقلوب والحكماء والأنبياء والروحانين وإذا أظهروا من أنوارهم سجد كل شيء السلام عليك يا ابن العطرة الطاهرة لأنها حقيقة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجل هذي حقائق مدعي نصرة إمام الزمان ومدعي خدمة سيد الشهداء هل لم هيئ نفسه لهذه الحقائق؟ والله لا هي لعبة سياسية بس بتعرفوا اللي عم فكروا بإمام الزمان بأمور سياسية بيطلعوا بالدسكرة وبيخرجوا علىه 16 ألف وبيطلعوا العثمانية وبيقولوا له مش لك ظنة وطنة وبيطلعوا بيتقولوا عليه كتاب الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة إذا خرج الحجة خرج بزمن أصعب عليه زمن رسول الله قالوا كيف؟ قال لأن رسول الله خرج والناس تعبدوا الأصنام هو يخرج والناس كله يتحدث آني أنا أتحدث عن الإسلام بس منفتح بين أهلالين انفلت وفاتحوا الله وكيلك على كل شي حتى طالع لي والعياذ بالله بعض الصغفر الله الآن بعض الناس ما مخلي لا نصران ولا يهودي ولا مخلي مخلوق على وجه الأرض كله إسلام هؤلاء ليس معهم حديث سفهت عقولهم ولكن إذا خرج الحجة تقولوا عليه كتاب الله شنون تحكي هاك؟ الله يقول هاك الله يقول هاك لكن الله ما كمان بيقول هاك بالآية وكمان هاك بالآية والله ما قال لك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والله ما قال لك أنه ما تتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلة ورسول الله ما قال لك بإجماع المسلمين كتاب الله وعطرة أهل بيته أو لللي عبينظروا لإمام الزمان كحل سياسي مصير هاك رح يقوم السلام عليك يا ابن العترة الطاهرة السلام عليك يا معدن العلوم النبوية معدن العلوم النبوية معدن الشيء أصله وعلته كل شيء بالأنبياء معدنه حق قلب حضرة إمام الزمان صلى الله عليه وسلم وكل سر عند نبي خرج من يد الحجة وقبل عبوطه إلى هذا العالم ما كلنا يعني بيطلع لك كم واحد من العام بيشو هذا وقبل الزمن يخرب بيتكم بكتاب الله موجود الله أخرجنا كدر قبل هذا الخلق وكنتم وأشهدنا ألستوا بربكم قالوا بلى بنصحكم خليكم عجنب خليكم بجهلكم وتفايدكم حينما قلنا أنه هو الذبح العظيم قص الله سبحانه وتعالى فدى الله إسماعيل بذبح عظيم هو الحسين قص الله عز وجل قصة الحسين على إبراهيم فقال هذا أوجع لقلبك ولد محمد من أن لو تذبح ولدك بيده في طاعته قال نعم قال فديت وجعك وجعك على الحسين وجعك فديته هذا الفداء الذي نتحدث عنه خليكم مع أنتم بعلن وشو بدكم بالعالم اللي بتفهم معدن العلوم النبوية هذا معنى لم تتم نبوة نبيا في الأرض الله حتى أقروا بالفضل لأمي فاطمة هذا معنى نحو سريع أن أعبذكم وإلا في شرح كتير مهم بإعيات الله وبكتاب الله بعد اسمع جيد السلام عليك يا باب الله الذي لا يؤتى إلا منه مش باب الله الذي يؤتى منه لا أكثر وإذا إجا النفي بعد الاستثناء شو بفيد حصر يعني ما حدا يقلي في باب إمام الزمان وفي باب ما أدري شو وفي باب العلم وفي باب الجهاد وفي باب ما في هاك من جيبا أيدي أشهد أنك سبيل الله الذي من سلك غيره هلك العلم والجهاد والطقوة وووو كله يجب أن يكون على مائدة إمام الزمان أليس هو رئيس هذا الدين أيمكن أن تدعي باب من غير رسول الله يعني تقول أني وأله وأني بركب دين وما في داعي للنبي أقول حال بعضهم آلة بعضهم آلة ونفكر عقله كمل عقلك خرف خرف عقلك بطنك أنت أو سيخك مش عارف شو هي من شو مركبة مش عارف السلام عليك يا باب الله الذي لا يؤتى إلا منه السلام عليك بعد اسمه أكثر يا سبيل الله الذي من سلك غيره هلك الفناء كسراب بقيع يحسبه الضمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده إيجاد الله بإيجاد أوليائه وما وعده هذا معنى إيجاد الله الله مش شخص رح تشوفه إيجاد الله يعني وعده لألك رح تشوفه هلك السلام عليك بعد أكثر يا ناظر شجرة طوبة وسدرة المنتهى الله أكبر سدرة المنتهى التي وصل إليها رسول الله وشجرة طوبة شجرة أعمال الخلائق التي تددل من بيت رسول الله إلى العوالم وكل من يعمل عمل يتشبه به بآل محمد من فعل الخيرات وما أمرونه يتعلق بغصن ولذلك قال وإني أرى زيد بن الحارثة قد تعلق بجميع أخصانها فهي شجرة الأعمال ناظرها لشجرة الأعمال رئيسة لشجرة الأعمال محركها لشجرة الأعمال رافعها لشجرة الأعمال هو حضرة إمام الزمان هل تحكي للإمام بيعرف ولا ما بيعرف أنت أي كمالات فكر عم تحكي عن شيء واحد بخلوق مثل حكيتك أي صورة أنت شو فيك وحينما كنا نقول أن في هياكلكم ينطق إبليس أنا عارف شو عم بحكي والروايات بتشهد على ذلك السلام عليك يا نور الله الذي لا يطفى مش لم يطفى لا يطفى ومهما حاولوا أمة الكفر وأشياع الضلال بطمس ورمس معالم سيد الشهداء سيزدادوا علوا وهذا عهد من رسول الله وعهد ومن هون قلت لكم الجواب في الأربعين وعا كل حال كل سنة من الموضة لأن الرحمة في آخر الزمان مفتوحة واسم حسين واسم كربلة واسم إمام الزمان واسم أشهد أنك سبيل الله الذي من سلك غيره هلك واسم أنك باب الله الذي لا يؤتى إلا منه مائدة البقاء هاي اللي بده يلعب بالدنيا يروح يقول الآن يا خي بده دنيا روح فيلع الدنيا ترك دين الله ما تلعب بالدين الله عم حط هالموازين حتى تكون حج السلام عليك يا حجة الله التي لا تخفى السلام عليك حجة الله التي لا تخفى طب ما هو غائب بس مش خافي كيف ما بتخفى قال تنتفعون به كالشمس وأنجللها السحاب طب كيف بينطق بالهياكل ولذلك ورد عندنا بنى نطق العلماء مش معناتها أنه بألف ودين من عقول لا بينطقهم بشي إلو دليل بكتاب الله وإلو دليل بالروية على ذلك تكون حجة يتحدثون بسر من حديثنا كيف بيصير حجة وقت اللي بجيب لك آيته وروايته بيدلك عليها وبينكش لك ياك وكأني لم أقرأ مثل ما قال أبو حنيفة بل له نعم بل ران على قلبك شو اللي ران عقائد باطلة وعقائد تيفها أنت لو حاطتها عقائد لبصرت حينما تشم قميس سيد الشهداء لابد لك وأن تفسر وتصبح هذه المعالم واضحة هذا ما يقابل الراية العثمانية الراية العثمانية بدعوة إبليس ذاتا هي أنه ما في شي سماوة كله إصلاح عرض ومصالح هذا الفرق بين أنصار الحجة وأنصار إبليس شو قال له بليس قال له ما لك اتصال من السماء راجعوا مشروع إبليس من زمن قابيل وهابيل كان هيدا هو إذن الفرق بين مشروع إمام الزمان ومشروع إبليس في آخر الزمان هو أنه هذه المعاني هي لإمام الزمان أو مش لأله لأنه إذا أثبت لأله ضعف إبليس وعرفت كل كلمة بيوعدك فيها هي كذب ورح تثبت وهذا الثبات وهيدا الحقيقة وهي إلى دخل حتى بالعسكر تقول لي شو مانا هلأ بهذا الحك شايف لو كان عندهم معلومات الذين اتخذوا الليلة جمل مع أنه عندهم معلومات بس رانة على قلبهم ما صدقوها ما صدقوها نعم الحسين مش الحسين عبد للحسين بيحيي نفسه هو موسى وعيسى والخضر وضاله ما شاء الله شحالين نفسه ولكن بتعليش تبكي أنت ما أنت مطلوب منك أنك ترتفع أنك تحن أنك تئن السلام عليك يا حجة الله التي لا تخفى بتتدخل بتجيب أدلة هي على أدنى تفسير أنا عم بيحكي طبعا ونك معاني تاني السلام عليك يا حجة الله على من في الأرض والسماء من في بالسماء إدريس بالسماء وعيسى بالسماء وجبرايل بالسماء والروحانيين بالسماء والملائكة بالسماء تتعجب ما سجدوا قبل لآدم سفيره وكان نوره فيه الإمام بيعلم والله تطلع فيه يا عمي والله أشبه هالي مثل هيدا اللي بيجي بيقتل البعوضة بيقل له بيجوز قتل البعوضة بالحرم وبعده مش ناشف دم الحسين عن إيده طلع هذا الجهل السلام عليك سلام من عرفك هيك عم تشهد هو كله شهادات نعم سلام من عرفك بما عرفك به الله مش إني أرى فيه إمام الزمان كذا إمام الزمان مش تحليل عقلي إمام الزمان أي إلهي الله ينطق فيها والله يحدد مفهومها نعم بما عرفك به الله ونعتك ببعض نعوتك من بعض نعوتك شو؟ بقية الله التي أنت أهلها وفوقها بعد إلك مقامات ما تبينت أشهد أنك الحج على من مضى ومن بقي وأن حزبك هم الغالبون إذن الالتزام بإمام الزمان هم حزب الله هون يبين حقيقة ماذا؟ قول الله في كتابه ألا أن حزب الله هم الغالبون بمعنى في الشهادة أنت يا سيد الأوحد هو حزب الله وأولياءك هم الفائزون وأعداءك هم الخاسرون هاي الموازين بس تضيع ما بيعود بيفلت كل شيء وأنك خازن كل علم وفاتك كل رطق ومحقك كل حق ومبتل كل باطل أنت بتبطل أنت بتنصف أنت بتشيل أنت بتحط لقاش لأنه يد الله لو كنا منؤمن أنه يد الله ويد الله هي العليا لكننا توجهنا إلى هذه الحقيقة طيب هون بس حتى تفوت على بيته بعد ما حكينا قادة ما شاء الله بعض الناس تفلت معهم مع قائد إمام الزمان إمام الزمان أنا من القادة يا حبيبي أعود خلص بريحتك أنت وكل شيء منيح نعوذ بالله من هكذا دعوات وأنك خازن كل علم وفاتك كل رطق ومحقك كل حق ومبتل كل باطل يعني وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورة يعني إيد إمام الزمان رضيتك يا مولاي إماما وهاتيا هذه شهادة مقاماته أول شرط بعد أكثر رضيت هك الإمام وولياً ومرشداً لا أبتغي بك بدلاً ولا أتخذ من دونك ولياً من دونك لما أذنت أنت ما بياخده ولياً من دونه يعني من غير إذنه ما بياخده وليك وليكن لأذنت اللي أنت بعت فيه ومن هون أنا قلت يا شيعة طولوا بالكم على بعضكم ولا يستذل بعضكم بعض حتى لا يقتل بعضكم بعض أشهد أنك الحق الثابت الذي لا عيب فيه وأن وعد الله فيك حق لا أرتاب لطول الغيبة وبعد الأمد ولا أتحير مع من جهلك مش إذن كبت لك أمشبها بصير برجه وفتخي لكم رتب الوضع شو هذا أي أنصار إمام الزمان يقول في الحديث جاي الحديث عنه تزول الجبال ولا يزولون قال الإمام الصادق أن قلب المؤمن أصلب من الجبال لأن الجبال يؤخذ بها بالمعول وقلب المؤمن لا يؤخذ بلوتهم ونهرتهم مش هيك قال لأ سيد الشهداء والقاضي هلأ أنصار بيتراخح شوي فنزلوا اليوم الدرجة من 313 على الأنصار وبعدين منحكي ولا أتحير مع من جهلك وجهل بك منتظر متوقع لأيامك وأنت الشافع الذي لا تنازع وقالت لي أمر أمر خلص بالوجود هو اللي بيتحقق والولي الذي لا تدافع مين بده يقف بجك ذا خرق الله لنصرة الدين وإعزاز المؤمنين والانتقام من الجاحدين المارقين لهن أشياء الضلال أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال هذه الشهادات بعد كلها الشهادات بتقول له مش أنه صليت وين الحج وين وتضاعف الحسنات فمن جاء بولايتك واعترف بإمامتك قبلت أعماله وصدقت أقواله وتضاعفت حسناته ومحيت سيئاته ومن عدل عن ولايتك وجهل معرفتك واستبدل بك غيرك كبه الله على منخره في النار لأن كل إنسان تابع إمامه بيروح على النار إمامه بيلحقه يوم نسوقه كل أمة الإماما والشحيد ولم يقبل الله له عمل ولم يقم له يوم القيامة وزنا هذه جميع الروايات على ما جاء في هذا حطوه أهل البيت هول بالروايات تعرفوا بالزيارات حتى ما يجوء أشياء الضلال وينسفوها كتب مليانة وما بتلاقي حديث حافظه حدا يقول لك منين ها تطلع فيه وين كان عبتدرس أنت أنت وين كان عبتدرس علمك من مين كان أني أرى أنك أعمى ولا استطرى أشهد الله وأشهدك يا مولاي بهذا ظاهره كباطن لعب نافئ باطن من جوه هو عين ظاهر من برد وسره كعلانيته إذا فيكت من للسر قدامك أني بقوله وأنت الشاهد على ذلك وهو عهدي إليك وميثاقي لديك بكون تقرشه والعهد هذا هو دعاء العهد وهو ما بيخرجك شاهرا سيفك مقلدا عملك إلا حتى تكون هي حقيقتك لأنك لا يكون برواق الحجة حتى يظهر على قلبك أما يكفي يا أبا بصير أنه ظهرنا على قلبك يا اعتقادات وأنت الشاهد على ذلك ليه وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء طب كل القرآن بيحكي بك وهو عهدي إليك وميثاقي لديك إذ أنت نظام الدين ويعسوب المتقين وعز الموحدين وبذلك أمرني رب العالمين هذا أمر إلهي منين بتفهمه؟ من قول الله عز وجل آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا الله ما قالك آمن بالنور لك قالك معناته حتى ما تقول الإمامي بس هي قيادي سياسية ومش سياسية قالك آمن بالنور تعرف شو النور؟ يا جهة الله الله نور السماوات والأرض فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدد فيك إلا يقينة مبطرعص مبقول طب ما قالوا وهياهم ما وين المهدي مثل ما بيقولوا السبعين مناطق في المدينة من رؤساء الشيعة الذين يضرب أعناقهم شو ركبتوا علينا مش هيك؟ والله هيدا هو مشروع إمام الزمان ما تفكروا ويروحوا ذهن كونكتير إنه هالي عبي يحبكو شو عم بيسوه وبدون يقسر يا حبيبي مش محتاجين شي لا يقسر اللي بيكون هيك بتكون حقايق عنده البشر كله بتسجد ولا يهودي ولا غير يهودي بيسترجي يرفع راسه واللي عم بتفكره فيه غلط ولك إلا حبا وعليك إلا متكلا ومعتمدا ولظهورك إلا متوقعا ومنتظرا ولجهادي بين يديك مترقبا فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك والتصرف بين أمرك ونهيك هذا الحبس إمام آل والإمام مآل يا مولاي فإن أدركت أيامك الزاهرة وأعلامك الباهرة فها أنا ذا عبدك متصرف بين أمرك ونهيك أرجو به الشهادة بين يديك والفوز لديك مولاي فإن أدركني الموت هيك بترجع دعاء العهد هيدا هو هيدا عهدي إليك قبل ظهورك فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى وأسأله أن يصلي على محمد وآله وآل محمد وأن يجعل لي كرة في ظهورك كرة في ظهورك هيك بترجع هي شروط اللي بدون يرجع ورجعة في أيامك لأبلغ من طاعتك مراضي أني غاية ما أريد هو طاعتك وأشفي من أعدائك فؤادي هل عم يأذي لك ألبك أعداء إمام الزمان؟ إذا ما عم يتأذى ألبك من الأموية وغيرها والكذبة والفجرة وأهل الفتن وأهل الشقاق فاعلم أنك لست من أنصارنا لأنه متوجع يحزنون لحزننا ويفرحون لفرحنا مولاي وقفت في زيارتك موقف الخاطئين النادمين الخائفين هل أولا حكى جهته عبيرجع عبيرجع بيحكي جهته كعبد من عقاب رب العالمين وقد اتكلت على شفاعتك يعني رغم هالاعتراف كله هده مش كافي في أني بعد عندي ذنوب أنت تماما لقلي وشوف كيف هذا كترة تبا يا سيدي ألا يكفي بكائي وانكساري واعترافي بين يديك ورجوت بموالاتك وشفاعتك ومح وذنوبي وستر عيوبي ومغفرة زللي فكن لوليك يا مولاي عند تحقيق أمله واسأل الله غفران زلله طب ما الله قال ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وجدوا الله طوابا ورحيما طب مش أليس مجلس رسول الله خليفة الله وخليفة آبائه اللهم صل على محمد وآل محمد واظهر كلمتك التام ارجعنا وتمت كلمة ربك ماذا صدقا وعدلا ودعوة إبراهيم واذبتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال بمحمد وعليه طب ما هذه كل الآيات هاك ومغيبك في أرضك الخائف المترقب الخائف على أمت من الضلال اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا اللهم وأعز به الدين بعد الخمول لأنه هذه المعاني بدأت تخمل بآخر الزمان خلص أمور سياسية وانسونا ارجع يا ابن فاطمة مرد بين حالنا واطلع به الحق بعد الأفول مما يعني في آخر الزمان الحق رح يؤفل واجلي به الظلمة التي ملئت ظلما وجورة واكشف به الغمة اللهم وآمن به البلاد واهدي به العباد اللهم املأ به الأرض عدلا وقصطا كما ملئت ظلما وجورة ملئت ما في مكان ما في ظلم إنك سميع مجيب السلام عليك يا ولي الله هذا كل اللي تلونه ائذن لوليك في الدخول إلى حرامك هيك من نكون دخلنا في فسطات الحجة ورواق الحجة محتبيا بسيفك ومنتظرا لكرتك هو هن الأنصار وأي دعوتين خارج عن هذا أو محارب لهذا ومحارب له سيد الشهداء وطلب ثارو هي دعوة العتل الزنيم الذي تداولته أيد العاهرات كما يقوله أمير المؤمنين المشروع كتير راضح المشروع كتير واضح أنا عب حط الموازين حتى ما يضع شيء واللي بدوش الله والنبي معه هو الخسران بالأخير حبيب ربح بس اللي اتخذ الليل جمل خسر واللي بقي مع عمر بن سعد على أسوأ صلوات الله عليك وعلى آبائك الطاهرين ورحمة الله وبركاته اللهم عجل لوليك الفرجة والعافية والنصر أنصر ناصريه واخذ الخاذليه ودمر من غشاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته